برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته السادسة عشر من دور الإنعقاد السنوية العادية الرابع من الفصل التشريعي الخامس وفي مستهل الجسة ناقش المجلس تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون وهي تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الصحة النفسية المرافق للمرسوم رقم ثماني لسنة الفين وثلاثة عشر وقرر المجلس الانتهاء من مناقشة وإقرار عدد من المواد ورد باقي مواد مشروع القانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم أربعة عشر لسنة الفين وثلاثة عشر المرافق للمرسوم رقم أحد عشر لسنة الفين وعشرين وقرر المجلس قبول مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك المفدى كما بحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم خمسة وستين لسنة الفين وتسعة عشر وقرر المجلس قبول مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك المفدى طبعا اليوم تم التصويت على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم خمسة وستين لسنة الفين وتسعة عشر هذا القانون يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة يشمل كافة صورها طبعا البرية والبحرية والجوية ويتماشى أيضا مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن يهدف أيضا هذا التنظيم إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حضر تداولها أيضا نص على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة وأيضا من أجل الحفاظ على استدامة البيئة والتي أكد وشدد عليها دستور مملكة البحرين ناقشنا اليوم مشروع قانون اللي يقتضي بإضافة دور ديوان رقابة المالية والإدارية لرقابة على الاتحادات النقابية لما يتضمنها من إضاءة أو مبالغ تستحقها من الميزانية العامة اللي تبلغ بحدود 200 ألف دينار هذا الدور طالب بعض النواب أن تكون عليها رقابة من جانب ديوان رقابة المالية والإدارية لأنها تحمل جزء كبير من المال العام والتحفظ للبعض أنها يحدد من استقلاليتها وما زال النقاش مستبر إن شاء الله نطلع إلى قرار يصف مصلحة هذه النقابات ويطور من أداءها وعملها في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر